طبعا عندي هنا بعض الصحف اللي بعد المباراة والإسماعيل فاز بالدور العام سنة تسعة وتسعين أهو بس الأهل والإسماعيل يتعدلان أربعة أربعة في لقاء القمة الحقيقي الدرع لازال حائر والدور يرفض الإبصاح عن البطل الجديد تلت ضربات جزاء وحال الطرد وتقلبات مثيرة في أداء فني ممتع عامر مش باين ده وعدين عندك هنا مكفاءات للدرويش واحتفالات على السمسمية لسه الآماني ممكنة محسن صالح تلت مفاجآت أزعجتني وروح الأهل أدهشتني وأتوقع مباراة فاصلة أخطاء قليلة ولكن مؤسرة الأهل والإسماعيل قدموا مباراة منديالية لكن مع حكاية الكرة التاريخية هذه الأيام بركات الشيطان من الدرويش وبلال قرين حسام وعلى إبراهيم عاد من نار ألف ليلة وليلة في الإسماعيلية هذه دي بقولك بقى محسن صالح في أجازة عائلية مع آخر العنقود عريس الدرويش عدم إقامة مباراة فاصلة حصارة للجماعي من أدك يا محسن فعلا من درع الدوري إلى تدريب المنتخب الوطني إنهاء المسابقة بدون هزيمة بطولة أخرى ده اللي حققه محسن صالح في نادي الدرويش في الإسماعيلية وعيش الإسماعيلية في يوم ولا من أيام ألف ليلة وليلة نقول لك حاجة ما تكتبتش هنا حكم المباراة وأنا أشكره بعد المباراة قال لي أنا تخيلت أن أنا بنعب برشلونة ريال مدريد لا بها كتبت مكتوبة تحت بصيحنا ما نحقناش شرتهاش أنا بصيحنا لسه متذكر أه متذكر قالك أننا تخيلت أن أنا في أسبانيا برشلونة ريال مدريد وأنا فخور أن أنا كنت أحد طرفي هذا اللقاء وأن اللقاء يطلع بهذا الشكل وعلى فكرة أنا من مؤيد الكرة الهجومية نعم أنا ما أحبش الكرة الدفاعية والزوندفنس والاعتماد على هجمة مرتدة يعني دي كلها مواصفات يعني أرجو أنها تتغير في عقلية المدربين لأن الكرة واجهين كرة معاك أنت بتهاجم الكرة مش معاك أنت بتدفع ما فيش وجه ثالث يعني بالضبط كده ما ينفعش كرة معاك ولا دفع يا أنت ما بتعتربش بالاستحواز بقى لي ولكن الفرة دي مستحوزة مستحوز تضيع وقت خصوصا لما تكون النتيجة صفر الصفر إمت استحوز أن أنا خلاص ضمنت النتيجة وضمنت الفوز يا بس أنت بقل الجهدي وبالعب كرة استعراضية يعني ممكن أنا كذبان واحد صفر ما عملش الكلام دا طبعا أعملوا أنا كذباني اتنين صفر لا أنا أعتقد النتيجة المأمونة المنطقي هي ثلاثة فرق ثلاثة أهداف فرق مأمونة لكن فرق أهدافين أبدا عمرك ما نجلت يعني تبقى مطمئن موسيقى